نرحب مرة أخرى بيدكتورة مادونة مطر دكتورة مادونة ما الفرق بين فيروس كورونا وأي فيروس آخر موجود في الأجواء المحيطة بنا؟ كل فيروس له طريقة كيف بدو ينتقل وشو بيعمل فيروس الكورونا هو من الفيروس الريسبيغاتواري يعني كل شيء تنفسي الجهاز التنفسي مثل الإنفليانزا بيشبهه حسنا نلقطه حسب نوع الفيروس فيروسات هي كل شيء بالنفس والهوا بتلقطها فيروسات تانية بتلطقت بالدم أما ساكشولي كل فيروس فيروسات بالأكل بتلقط كل عيلة فيروسات إلى طريقة معينة تلقط اليوم بدنا نحكي أكتر شيء على الكورونا ولكن لنفهم معنى الفيروس أو ما أصل هذه الفيروسات كل فيروس بينتمي لعائلة فيروس الكورونا بينتمي لعائلة الفيروس طبع الجهاز التنفسي بيلاقطوا بكل شيء اسمه بالهوا في كذا عائلة فيروسات في كتير فيروسات في فيروسات إلى تاستينج بالمختبر في فيروسات ما إلا تاستينج بعد هل الفيروسات تخلق في في المعامل مثلا؟ هلأ كل شيء بيقدر يصير بس ما فينا نعرف هلأ كل شيء ممكن يعني ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا؟ الفيروس أصغر بكتير من البكتيريا الفيروس ما بيزبط عليه الانتيبيوتك علاجه غير شيء انتيفيرل غير شيء بالمرة يعني كل المضادات الحيوية اللي منخدها تشتغل بس على البكتيريا نعم وكيف تقوم فكرة أن يطور الفيروس من نفسه؟ هلأ الفيروس خطر لأنه كلهم خطرين البكتيريا كمان فيها تعمل ميتاشن يعني بغير الجينيتك الجهاز الجينيتك تابعه ممكن يقلب ويصير يعمل ميتاشن بيكون شيء بيقلب بغير بيصير أقوى بيصير غير شيء يعني بيضله يبدل ببتلحق مثلا الانفلوينزا تناخد الانفلوينزا ليش كل سنة إلى طعم؟ كل سنة بغير الطعم لأنه بيشوفوا كيف تغير الانفلوينزا والطعم بيلحق بيعملوا موديفيكاشن للطعم بغيروا هول الفيروسات جنين تابعهم بغير الجينيتك طيب كيف ينتقل هذا الفيروس علميا هلأ الكورونا فيروس متل ما بصرتوا تعرفوا أو تسمعوا إنه هيدا بينتقل بكل شيء بدنا نحنا نتنشأه بدو يفوت على الجهاز التنفسي كيف بدو يفوت؟ بفوت أو إذا نشأت هوا فيه الفيروس من التم أو إذا بالانف أو بالعينان بحك عينيه وإيديه مجويين ممكن يفوت الفيروس عقيدة بحطه بعيني هيدا اللي بفوت فيه هي الزون T العينان المنخار والتم نعم ولكن هل ينتقل بالهواء؟ يعني إذا هو موجود هون بالهواء إيه إذا هون بالهواء حدا قدامي سعل عم يسعل بترتش حواليه على متر متر ونص هيدا الفيروس بيبقى بالجو تيقع على الأرض مع البزاء نعم ولكن بخورة مدونة حتى نصحح بعض المفاهيم هناك من يقول أن هذا الفيروس وذنه ثقيل فلا يطير لمسافات طويلة بل يسقط مباشرة على الأرض مدى صحة هذه المعلومات؟ مظبوط إجمالا هاك مش هاك عم بقوله لازم تبعد عن الناس شي متران لأن كل مريض عم يسعل حواليه بمتران ممكن يكون مترتش هالفيروس وليوقع على الأرض بياخد وقت نعم هلأ بالمستشفيات هيديك المعلومة بالهواء هي إذا عندنا مريض بالمستشفى نعم مريض عم نحط له نحنا إشياء أكسيجان وإدوية تا يتنفس تا يرتاح صدره هون ممكن يعمل يترتش إشياء صغيرة صغيرة اللي بتسافر أبعد بالهواء مش إنهك بس هيدا إشياء بتسين بقلب قودة المريض بالمستشفى بس حتى نرجع هذه الجملة يسافر في الهواء هذا الفيروس إجمالا بالهواء تطلق هيك بره لا هيدا دروبلت دروبلت ايزوليشن نعم قلتلك ممكن يكون ايربورن بس بالمستشفى خمسة بالمية عشرة بالمية بنا ننتبه إذا مريض عم نعطيه أدوية نعم اللي بيعملوا جينيريشن لك رواسب صغيرة بالهواء منحطه ببريسيون نيجاتيف مننتبه بالمستشفى عم نفحص مريض منلبس ماسك N95 بس العالم بالعطرقات إذا واحد ساخن إذا واحد هيك إحتياط ما بيلبسوا الماسكات N95 بيلبسوا الماسكات العادة وتكفي هذه الماسكات العادية العادية إيه بالبرات المستشفى وبرات قوضة المريض إيه بتكفي العادية نعم طيب بس بدك تعرف تستعملها هالماسكات نعم هاي دي الماسكات كان بدي أقول إنه بنجي نحنا بنحط الماسك نعم إله من بره بيبقى ملون أزرق أصفر أخضر هاي لازم تكون لبره من جوه البغتي الشقف البيضة بتحط الماسك هيك بتربته بتحطه عوجك ممنوع الدق من بره مش كل شوي ينزلوا ويطلعوا ينزلوا ويطلعوا لأن إذا إجا فيه فيروس بالجاو بيجي بلزق عهيد الملونة من بره إذا أنا نزلته بصير الفيروس هون يعني هيدا بحطه ما بعود بدق فيه وقته بدي أشلحه بدق من هون بالشرايط تبعه بشيله وبكبه ما فيه ضل استعمله شيله وحطه كل النهار يصبح بلا فائدة بهذا الشكل بتضر حالك إذا إذا أنا عم بلبسه تقحني حالي إذا إجا فيروس بيجي وبلزق عليه من بره إذا دقات بإيدي عليه صار إيدي علي الفيروس ممنوع دق فيه بشيله وبكبه وقته ما عود إله عازي هل الأخطر الكفين أم الوجه الكفين خطرين لأن بتدق بالفيروس بترجع بتحطه على الوجه ما بفوت الفيروس بالقلب اللي بإيد على الجسم بفوت من هون من الوجه إذا دقات بغراد كلها فيروس حطات إيدي على وجه الأهم من غسل اليدين عدم وضع اليد على الوجه أكيد ممنوع الدق بالوجه ومهم أنه غسل الإيدين كل الوقت لأن الإيدين بيحملوا كتير جرسين أو أحد ما بينتبه بحك عينه عندما ينتقل الفيروس من شخصي إلى آخر هل ينتقل بنفس قوة التي كان بها عند الشخص الأول أكيد إذا واحد عيش مع حدا مريض قاعد معه ثلاث أربع ساعات كل شوي بيسعل وأنا اتنشأ اتنشأ فيروس الخطر أكتر من ما قلو سلم عليه وامشي يعني الوقت مهم الوقت اللي بتبقى مع المريض كل الوقت أمال صاخن قبيلك إذا قعدت معه دقيقة فرق من ما قاعد معه ثلاث ساعات حسب طيب لماذا يصعب الوصول إلى تركيبة دوائية معينة للتعامل مع هذا الفيروس وهناك تجارب في فيروسات أخرى هيدا فيروس جديد بعد ما قلو علاجات مدروسة وكل شيء ولكن هو فيروس كل دواء بدو يطلع كل دواء بدو يطلع لحيال الفيروس بدو دراسات وهول الدراسات بتاخد وقت بتاخد وقت سنة سنتين ما فيها لقد سرعة بس هلأ لأنه هيدا فيروس جديد وما له إدوية في نقو كذا دواء ممكن يشتغلوا على هيدا الفيروس وبلشت الدراسات بس هالدراسات بدأ أسابيع القليلة إذا مش أشهر تتعطي تنبين النتائج أكيد هل انتشار الفيروس بهذا الشكل وانتقاله من الصين إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة وإلى العالم ككل هل سرعة هذا الانتشار منطقية كل فيروس له كباسيتي كيف كيف بيعد هيدا كل إنسان معه الفيروس ممكن يعد ثلاثة هيدا كتير هيدا الفيروس كونتاجيوس ونحنا هلأ بالطيران وبكل هالأصص خلص بينتقلوا الفيروسات دغري إذا في وباء دغري بدوا ينقل من بلد لبلد مثل الشت الطيران كل البلدين فيها طيران كل طيارة بتحمل ما بعرف كم شخص عالد دقيقة بتطيروا الطيارات من بلد لبلد يعني كتير انتشرت بسرعة بهالطريقة هي أول شي نعم تتوصل على البلد بترجع بتنتشر بقلبه تبعنا بعض الصور لمجموعة من المرضى منهم من يعاني معاناة شديدة جدا ويحذر الناس ليتخذوا الإجراءات ومنهم من أخذ الموضوع بأبسط من ذلك ومرت هذه الجائحة بلا معاناة كبيرة ما الفرق بين أن يأتي لشخص يعاني وشخص آخر يمر هذا المرض دون معاناة هلا ورغم تختاره بالسن نحن اتفقنا أنه العمر الصغير الكبار بالسن أخطر من الصغار بالسن بعدين في شي أنه مناعة الإنسان كل واحد كل الإنسان مناعته مغيرة كل الإنسان بيتجاوب على المرض طريقة معينة في المناعة تبعا كل إنسان ما منعرف لا هيدخل في ناس عنده مناعة قوية وفي ناس عنده مناعة أضعف من غيره بس هيدا الفيروس بيّن أنه الناس اللي صغار بالسن بيقدروا يخلصوا منه بسرعة بيسخنوا شي قليل يومين ثلاثة وبيقطع نعم كل ما تكبر بالسن كل ما يزيد الخطر وكل ما يكون عندك أمراض مزمنة أمراض قلب ضغط سكرة أمراض خبيثة كل ما يكون عندك هيك إشيه زيادة بسير يزيد الخطر يعني العمر تحت العشر سنين الخطر يمكن يكون أقل من 0.5% والعمر فوق 80% وعنده أمراض ضغط وقلب الخطر صار 15.20% حتى نصحح بعض المعلومات هل شرب المياه بكثافة له علاقة للوقاية أو للتعامل مع الفيروس هلأ لا بس إنه لازم واحد يضل إكليبر يضل جسمه مرتب هون التم وزلعيم يضل مرتبين مش ناشفين بساعدوا بس منهم حلول هولي والمشروبات المشروبات الساخنة إذا طلقت الفيروس لقدتوا لا لا ليس لا علاقة إنه هولي إلهم علاقة بكل شي واحد جسمه لازم عطولي إكليبريون بين الماء وشو بيأكل وشو بيعمل بس إذا لقضتوا للفيروس إذا شربت ما يصخني أما ما يمساقع مثل بعضة ما بقى يأثر فات الجرسومة طيب في التعامل مع البضائع التي يتم شراؤها بغض النظر عن نوعية هذه البضائع هل يبقى الفيروس على الأكياس البلاستيكية هل يدخل مع الأحزية لمن يأتي إلى المنزل إذا كان حدا نساعل على هالكياس الفيروس ما رح يخلق واحده على الكياس بس ما منعرف إذا إجا واحد صار يسعل يسعل بالسوبر ماركت فوق هالكياس جيت أنا أخد كيس وحطيت فيه الغراض ممكن الفيروس بضل عيش على البلاستيك كذا ساعة كذا يوم كمان بس إنه بدك يكون المريض عم يسعل على الكياس ومريض ساخن هالقد ما رح يروح على السوبر ماركت هلأ نحن مننتبه احتيات منقول إنه لازم عطول يصير غسيل إيدان شو ما اشتريته خلوا بر هول إشياء إكسترا احتيات بس أهم شي لازم نركز إنه هلأ ما فينا نحل إلا ما نبقى بالبات ما نظهر بالبات ونختلط ونتعرض على الفيروس لأنه فينا نتنشأ الفيروس إذا حدا عم يسعل وننقل الإيدان غسيل الإيدان أهم شي هوليك الاشياء لكياس وحط الحزاء على الباب هوليش ما أنا أهم هوليك الاشياء أهم إنه غسيل الإيدان وننتبه ما نتنشأ وما نظهر من المنزل أهم من هولي هولي إشياء أكسرا واحد لازم لحتى يفكر بكل شي ينتبه نعم بس إنه إذا إجي على الحزاء تفضل تفضل أصدق إذا كان على الأرض الفيروس أنا ما رح إجي حط إيديي على الأرض وحط إيديي على وجه يعني وهو لا يطير بالتأكيد تنضيف البات وقصص هيك لازم تكون عطول موجودة وينتبه ماكسيمم هل استخدام أنواع معينة ليس مركات بالتأكيد ولكن تركيبة معينة في وسائل التنظيف مطلوب أم التنظيف بشكل عام لا الصابون العادي بيقتله للفيروس على الإيدان عشرين ثانية هلأ كل اللي بيشترون اللي ينطفوا البيوت فيهم إن كان فيهم أوتجافال كلوروكس كلها الأوسص منيحة يعني العادي العادي اللي معاودين نستعملهم ومنراشرش ومننتبه بس دكتورة مادنة إلى أي مدى يمكن للنقود أن تكون وسيلة لنقل هذا الفيروس هلأ النقود بتنقل كتير فيروس البكتير النقود ما ننضيف لأنه بتضل بإيدان العالم مش بس كورونا فيروس وقت واحد يدق بالمصاري بده يغسل إيداه أكيد فيها تنقل كتير إش النقود لأنه من إيد لإيد لإيد أكتر شي الإيدان بينقلوا كل الجرسيم ما علاقة مدة الأسبوعين بهذا الفيروس مدة الأسبوعين هي المدة إذا أنا تعرضت للفيروس أي متى بدون يبينوا عوارد المرض فيهم يبينوا إجمالا بعد خمسة لسبع أيام بس في ناس لحد أسبوعين بيّن المرض مش إن هيك إذا واحد تعرض لهيدا المرض بيطلبوا منه يكون بالحجر على أسبوعين هلأ في دراسات جديدة بتقل لك نتفي زيادة في ناس يمكن بعد أسبوعين ونص يبين يعني فيه هلأ عم بقولوا يمكن ثلاث أسابيع واحد ينتبه إذا كتير تعرض بس إجمالا هلأ المنظم العالمي للصحة عم بتقول بعد أسبوعين لماذا تعمم الدول فكرة الأسبوعين وهي متعلقة بالشخص المريض فقط أو الذي يحتمل أن يكون مريض لماذا يعمم على الدول فكرة البقاء من العالم اللي تعرضوا للفيروس بدوا يبين بهالأسبوعين تظهر الأعداد تقصدين تظهر العوارض من أول يوم لبعد أسبوعين نعم طيب وإذا ما ظهرت أنه 90% لازم تظهر بهالوقت إذا ما ظهرت بيكون ما رح تظهر ملاقطة نعم طيب هل الأعداد الكبيرة التي نراها الآن في أوروبا هل هي دورة لهذا الفيروس هل هي دورة نعم يعني هل بيبدأ بأعداد منخفضة ثم تتضاعف الأعداد ثم تهبط بعد ذلك له دورة بيوروب آه سايكل نعم بيوروب بلش الفيروس وانتشر بقوة كتير بكل يوروب هالأهم مشغلة هي إنه بيوروب ليه هلقد بقوة صارت في كتير التناكل الاجتماعي بالبوستات الترينات المترو هيدا كله في خلطين بينخطولت الشعب ببعضه وهوني كما منعرف مين سعل مين ما سعل يعني في كتير خلطان بالشعب عندهم كتير تواصل تواصل كتير قوي عالطرقات نعم بقى هيدا سبب إنه انتشر بها القد بقوة وبسرعة مثلا بإيطاليا تأخروا تيوقفوا كل هالإشياء كانوا بعضهم الناس عم تروحوا تجي بالترينات حتى نفهم الفكرة إذا كانت فكرة الزحام فالهند بها نسبة قليلة جدا حتى الآن مثلا وهي أكثر زحاما وخاصة في المواصلات العامة مثلا هيدا كتير خطرة المواصلات العامة محل الازدحام فيه ريسك إنه تتعرض لكتير ناس وكل شخص معه إيها أو حملها فيه ينقلها لتلت أشخاص إذن هل فكرة الزحام هي السبب الرئيسي للانتشار بهذا الشكل أكيد هيدا سبب مهم مهم واحد من الأسباب لأنه كتير انتشرت بسرعة هيدا أهم سبب انتقلت من شخص لشخص لشخص بقوة سريعة كتير وهيدا الفيروس معروف إنه بينتشر بسرعة وبيعدي كتير كل شخص بيعدي تلاتة إذا مش أربعة طيب أخيرا دكتورة مدونة هل العلاج لمالاريا يمكن أن يكون علاج لكورونا هلأ هول الدراسات اللي طلعوا الدراسة الفرنسية أول وحدة طلعت المرادة اللي أخدوا دوال مالاريا مع الزيت خوماكس هن ست أشخاص بس ستة تحسنوا أخدوهن عدد صغير ما فينا ناخد نتأكد من هيك أعداد هلأ في كتير دراسات هلأ بلشت عم نجرب هول الأدوية كلها وفي أدوية تانية أنتي فيرل هلأ منهم موجودين مثلا عندنا هون في لبنان بأمريكا في منهم في كتير أدوية عم بيجربوها نعم وننطر النتائج ممكن بس أنه منه مش أكيد مية بالمية شكرا دكتورة مدونة مطر رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر شكرا